إلى المدينة المنورة حيث تشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بكورونا كما تشهد من ناحية أخرى ارتفاع أعداد التعافي حيث تقدم للمرضى الحاليين الرعاية الطبية الملائمة ولتفاصيل أكثر يلتحق بنا من أحد المحاجر الطبية بالمدينة مراسلنا مصطفى عباس أهلا بك مصطفى وأبرز الخدمات التي تقدم في المحاجر الطبية أهلا بك أحمد مسي عليك كل خير ومسي على أستاذ المشاهدين الكرام لا شك منذ لحظة الأولى من تفشي جائحة كورونا هنا في المملكة العربية السعودية وزارة الصحة قد قدمت هذه المحاجر الطبية الملائمة لتقديم الرعاية الطبية الصحيحة لهؤلاء المرضى هنا في المدينة المنورة كما ذكرت في سياق المقدمة نشهد انخفاض كبير في أعداد إصابات فيروس كورونا كما نشهد بالمقابل أيضا ارتفاع حالات التعافي لله الحمد والشكر أقف معكم في أحد المحاجر الطبية والمجاورة للمسجد النبوي الشريف التي تقدم بها الرعاية الطبية الملائمة لهؤلاء المرضى اليوم في المدينة المنورة من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة لأخذ أبرز التفاصيل حول هذه الرعاية الطبية وأهم الأخبار ينضمعي في اللقاء باسمكم الدكتور أحمد البلالي وهو مدير المحاجر الصحية هنا المدير الطبي للمحاجر الصحية في منطقة المدينة المنورة دكتور أحمد نرحب فيك عبر نشرة النهار اليوم نشاهد وزارة الصحة بعد عودة الحياة الطبية الطبيعية لا زالت تقدم هذه المحاجر لرعاية المرضى وتحدثني في البداية عن الصحة الطبية والحالة الراهنة لهؤلاء المصابين اليوم حياك الله أخي مصطفى سأمسي عليك على السادة مشاهدين بالخير طبعا لازمنا مستمرين والله الحمدل منه في تقديم الخدمات الصحية منذ بداية الجائحة وحتى هذه اللحظة ولله الحمدل منه الحالة الصحية لمعظم النزلاء جيدة لا يوجد لدينا الحمدلله أي حالات حرجة تقدم لهم رعاية صحية على مدار 24 ساعة هل هناك أعداد الفنادق تم تقليص أعداد الفنادق حتى هذه اللحظة أم لا؟ نعم تم تقليص أعداد المحاجر الصحية في منطقة المدينة المنورة وتم تفعيل العزل المنزلي وأصبحنا نعول بشكل كبير على الوعي الصحي لدى المجتمع اليوم أصبح الرهان على المجتمع وعلى المواطن المقيم في حال ظهور له أعراض لا سمح الله بعزل نفسه في المنزل صحيح أصبحنا نعول على الوعي لدى المواطن والمقيم في هذا البلد في حال ظهور أي أعراض أو في حال الإصابة نخيره بالعزل المنزلي في حال كان العزل المنزلي مناسب أو المنزل مهيئ للعزل الصحي وبالتالي يتواصل مع وزارة الصحة عن طريق التطبيقات المخصصة لذلك لو تحدثنا عن الحالة النفسية للزملاء في وزارة الصحة الذين يعملون حتى بعد عودة الحياة الطبيعية يعني ربما هناك ضغوطات كبيرة توجهون في هذه الأيام ما شاء الله لقوة البلد لا زال الزملاء بنفس الحماس وبنفس الأداء منذ بداية الجائحة وحتى الآن ما شاء الله لقوة البلد يضربون مثال رائع في الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب في هذا المحجر طبعا نحن لا شك يسمع نصائح كثيرة في الأيام والشهور الماضية لكن أيضا نجدد ونذكر بنصيحة منكم دكتور أحمد للسادة المشاهدين الكرام نازل نشدد ونصر على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من هذه الجائحة الجراءات الاحترازية ذكرت كثيرا مثل التباعد التجنب للتجمعات الاهتمام بغسل اليدين والنظافة الشخصية بالإضافة في حال ظهور أي من الأعراض يعزل الشخص نفسه في المنزل ويتواصل مع وزارة الصحة عن طريقة القنوات المخصصة لذلك ونتمنى بإذن الله الدوم الصحة والعافية للجميع المدير الطبي لمحاجر الصحية دكتور أحمد كله شكر لك حياك الله أهلا وسهلا طبعا لا شك حتى هذه اللحظة وأيضا بعد عودة الحياة الطبيعية إلى مسعاها التي تعودنا عليه في الأيام السابقة لكن لازلت وزارة الصحة ممثلة بشؤون الصحية منطقة المدينة المنورة تقدم الخدمات الطبية والرعاية الصحيحة الملائمة لهؤلاء المرضى نسأل الله السلامة للجميع وبإذن الله حرصكم واتباعكم للتعليمات الواردة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية هي الكفيلة بالقضاء على هذا الفيروس نعم مصطفى العلي أسألك في اختم هذا اللقاء عن أبرز الاستعدادات أيضا في وزارة الصحة كالذيك معلومات فيما يتعلق أيضا بالأيام القادمة وأن كان هناك أيضا فتح لزيارة بعض الحجاج للمدينة طبعا لا شك إمارة منطقة المدينة المنورة المسؤولة عن عدة جهات حكومية في المدينة المنورة التي تتزامن هنا مع بداية شهر ذي الحجة طبعا لا شك الاجتماعات قائمة بين وزارة الصحة وإمارة منطقة المدينة كذلك وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف لتسهيل عملية دخول الحجاج وزيارتهم إلى المدينة المنورة وفق الإجراءات الاحترازية والطبية والصحية الملائمة طبعا لا شك أحمد في متى هذه الأيام بداية شهر ذي الحجة تعودنا على زحام شديد في المدينة المنورة ونحزن طبعا على عدم رصة هذه المشاعر والأجواء الإيمانية في المدينة المنورة وفي رحاب المسجد النبوي الشريف ولكن طبعا يأتي هذا الأمر اليوم لضمان والصحة وسلامة الجميع من هذا الوباء نسأل الله السلامة للحجاج في هذا العام وبإذن الله سبحانه وتعالى باب العمرة يفتح قريبا بإذن الله ونشاهد مرة أخرى عودة الحياة الطبيعية وعودة الحركة في المدينة المنورة كما عهدناها في السابق بإذن الله وأيضا تحية لكل من يعمل في القطاع الصحي وكل القطاعات الحكومية التي تقدم وتبذل جهدها لمواجهة هذه الجائحة خلال الفترة الماضية وأيضا خلال هذه الفترة لسلامة الجميع كما أشار أيضا ضيفك إلى اتباع الإجراءات الاحترازية وأيضا قبل الإصابة فمن حذر سالم أعطيك العافية مراسلنا من المدينة المنورة مصطفى عباس